أحسن الله لكم فائل مينبا الحربي من القصير يقول إذا أراد الشخص الإحرام بالحج أو بالعمرة هل يكون إن شاء الله مثل متفى الإبط تقليم الأظافر وهل بإمكانه أن يقتسل في بيته حتى ولو كانت المسافة بعيدة هذه الأمور تستحب فعلها قبل الإحرام تهيئا للإحرام فإذا أراد الإنسان أن يحيي فإنه يستحب له أن يأخذ هذه الأشياء التي قد تقول وتؤذيه وهو محرم مثل الأظافر الطويلة وشعر الأظافر والعانة هذه يأخذها قبل الإحرام لألا تقول ويتأذى بها وهو محرم وليس هذا بواجب فلو أحرم ولم يأخذ شيئا من أطاره ولا من شعوره فإنه لا حرج عليه وأما أخذ هذه الأشياء والاقتساد قبل الوصول إلى الميقات فإذا كانت المدة الزمنية قليلة حيث أنه يعملها في بيته أما يصل إلى الميقات في وقت ليس بالطويل أن كان قريبا من الميقات أو كانت وسيلة النقل سريعة ولم يمضي إلا ساعات قبل وصوله إلى الميقات هذا بس بذلك وهذا يكشل لأن المقصود يحصل بذلك أما إذا كانت المدة الزمنية بين أخذها وبين الوصول إلى الميقات مدة طويلة تنمو هذه الأشياء فيها أو يأتي العرق والروايح التي تكون من جسمه بسبب السبر هل مستحب له أن يتعاهدها عند الإحرام إذا أمكن ذلك؟ ترجمة نانسي قنقر